واجبتنا النهاردة هي من البيض هنعملها بطريقة صحية وكمان مشبعة وكمان بتخسس جدا وصحية جدا للاطفال ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة اول حاجة هنحتاج معلقتين من الشفان معلقتين كبار وهنضيف عليهم 50 مل من الحليب الدافي وهنقلب الشفان مع الحليب نقلبهم كويس بالمعلقة ونغطيهم ونسيبهم على جنب حوالي 5 دقايق ده شكل الشفان بعد 5 دقايق اتشرب اللبن بالشكل ده بعد كده هنضيف عليهم بالطن وربع معلقة صغيرة من الملح او تلت معلقة او حسب الرغبة وكمان هنضيف عليهم رشة من الفلفل الاسود وكمان هنضيف عليهم معلقة كبيرة من اي جبنة موجودة عندكم في البيت انا استخدمت الجبنة الفيتا ممكن تستخدموا الجبنة الكاري او مسلس من جبنة المسلسات ونقلب المكونات دي مع بعض كويس جدا بعد كده في طاصة على النار نحط فيها حوالي معلقتين من الزيت او 3 معالق ونسيبهم يسخنوا شوية بعد كده نفضل الخليط ده في الطاصة ونفرده بالشكل ده والنار بتكون متوسطة او تحت المتوسط بشوية بعد كده هغطي الطاصة بغطة بعد كده اسيب البيض على النار لحد ما الناحية اللي تحت تحمر بعد كده اقلبها على الناحية التانية كل ناحية بتاخد حوالي 3 دقايق طبعا بتباحها عشان ما تحمرش ولا تتحرق بعد كده بقلبها هي بتتقلب بمنتهى السهولة لانها بتكون متماسكة جدا بعد كده اغطيها تاني واسيبها برضو حوالي 3 دقايق هلاقي الجهة اللي تحت برضو حمرت هي ما بتاخدش اي وقت خالص عشان كده خلي بالكو عشان ما تتحرقش وكده خلاص خلصنا بعد كده بقى نحطها في طبق التقديم ونقطعها لشرايح او كطع زي ما انتوا عايزين وبالهنة والشفا البيض ده مش بس صحي كمان مغزي جدا وبالذات للاطفال وجبة سهلة جدا وسريعة مناسبة جدا لللي بيعمله ريجيم ومناسبة جدا للفطار او للعشا وكمان لسحور رمضان وكمان طعمها لذيذ جدا وبالهنة والشفا اتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة وترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة وترجمة نانسي قنقر